بسم الله الرحمن الرحيم انا بس مسافر النهاردة فهتلاقوا كده الستاب متغير شوية بفكر حضراتكم ان احنا ناخد نيتين واحنا في خاطرة الفجر نية حضور مجلس العلم قال صلى الله عليه وسلم قال الله انا جليس من ذكرني فاحنا في حضور مع الله سبحانه وتعالى ونية قيام الليل اذ ان احياء الليل في اي شيء يرضي لا يسمى قيام الليل واحنا بنحيي الليل دلوقتي في طلب العلم وهو اشرف درجات قيام الليل قرأت لحضراتكم النهاردة حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم يوم ما تسأل اوصني يا رسول الله قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن بالمناسبة كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دايما مناسب لكل المستويات الايمانية وكل الهمم وكل مستويات الهمم ما تلاقيش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عنده وصية تعجيزية لان سيدنا الرسول بتاع الكل مش بتاع الخواص من العباد والزهاد انما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين فاكتر حد هتلاقي وصايا واقعية جدا وبسيطة ومفهومة جدا ومناسبة للهمم المختلفة هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي بيقول له وصيني انا يعني شاغل بالي الوصية اللي في النص قال اتقي الله حيثما كنت يعني مطرح ما تكون ربنا يكون معك حافظ على علاقتك بربنا واتبع السيئة الحسنة او بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن خلينا في الوصية اللي في النص الانسان لما بيعمل الذنب الذنب ده بيروح في حتتين اول حتة بيروح فيها الذنب بيتكتب في صحفته ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكل شيء احصيناه كتابا وربنا بيقول احصاه الله ونسوه واقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة كل شيء ربنا سبحانه وتعالى بيكتبه عنده فالذنب بيتكتب في صحيفة السيئات ويوم الايامة الانسان هيشوفه فمن يعمل مثقالة ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقالة ذرة شرا يرى هشوفه في الصحيفة يوم الايام وبيروح فين كمان الذنب بيروح حتة في القلب حتة التعلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنب العبده نكت في قلبيه نكتة سوداء النكتة يعني مقطة السوداء دي ممكن يكون ليها معنى مرتبط بتعلق القلب انت عارف الانسان لما بيدوق فكهة معينة اكلة جديدة معينة بيحصل له حاجة اسمها الكريفنج اللهفة الكريفنج ده يعرفها صحابنا اللي انزلقت اقدامهم في المخدرات عنده احساس لهفة معين لاحساس كان بيجيله لما بياخد اعزاكم الله جرعة المخدرات دي الذنوب تشبه كده الذنوب ليها لذة معينة لما الانسان بيجربها بيدوق لذة جديدة ممكن تعمله كريفنج لهفة يتمنى لو انه داء الذنب داء تاني لان تركيبة النفس البشرية هل من مزيد قال صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن آدم تقول مالي مالي وهل يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب الحديث ما بيقولش كده قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة الانسان دائما عايز زيادة لما بيدوق حاجة حلوة بيطلب منها زيادة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب يعني لما يدفن وتحط في القبر ويتوب الله على من تاب فالانسان لما بيدوق لذة زي لذة الزنا أعزاكم الله أو لذة المخدرات أو ينتئم من إنسان يبهدله قدام الناس لذة بتخلي القلب يتعلق أنا عايز المرة جاية دوق الموضوع ده لما الإنسان بعد ما يغلط يتبع السيئة بالحسنة تمحوها تمحوها منين أولا تمحوها من كتاب السيئات لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كده إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين لكن كمان مهم إنها تمحوها من تعلق القلب بيها إنسان لما يعمل غلطة ويتعلق بيها لو أتبعها بحسنة لذة الحسنة والوصال مع الله سبحانه وتعالى سيمحو تعلقه بالذنب اللي هيبقى عنده عنده لهفة ليه بعد كده لأنه داؤه عشان كده كانت وصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش اتق الله حيثما كنت وكفة عن السيئات لأن كفة عن السيئات دي لا تتناسب مع البشر الخطائين كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فكانت وصية سيدنا النبي لو هتغلط وانت هتغلط لأنك بني آدم ليس تشجيعا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على الغلط إنما ادراكا كاملا منه إن الإنسان خطاء لأنه ليس فيه عصمة وليس فيه كمال فقال له لو غلط بضعفك اعمل حاجة ما تخليش القلب يوم متعلق والذنب يكلبش في القلب ويتمناه تاني قال واتبع السيئة الحسنة تمحوها يعني من القلب أيضا عشان كده لما الإنسان يغلط وقلبه يوجعه يعمل حسن وأول حسنة تتعامل بعد الذنب هي التوبة يقول له حقك علي يا رب دي حسن على فكر لأن ربنا لما يقول وتوبوا إلى الله ده أمر واللي ينفذ أمر ربنا يبقى ده عمل عمل صالح وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واللي يقدر يتصدق بعدما يغلط واللي يقدر يقرق ويصالي ركعتين توبة المهم إن الإنسان يعمل فعل يدل على أنه على الحقيقة بيعتذل لربنا سبحانه وتعالى فأنا حبيت أشارككم المعنى ده النهاردة وأتبع السيئة بالحسنة تمحوها من كتاب السيئات ومن تعلق القلب بعض الأسئلة اللي جات لي عايز سريعا أجاوب عليها بنت بتسأل بتقول فيه فيديو منتشر بعض الناس بيتكلم إن الحائض مفيش دليل إنها ما تصومش لا الحائض تصوم هو بيقول كده الفيديو الحائض تصوم إيه المشكلة يعني شوفوا يا جماعة أنا عارف الفيديو ده ده شغلي فأنا لازم أمتابع مين اللي بيقول إيه مفيش متخصص يعني عالم فقيه بيقول الكلام ده وأنا بغلط بغلطنا لما نروح نسمع حد بيتكلم في الدين مش عالم بغلطنا زي ما بالضبط انت هتغلطني لو أنا كنت عيان وسبت الدنيا كلها روح تصالت واحد صاحبي على حاجة بتوجعني في مخي فعش حاجة في المخ حاجة في القلب دي أجهزة رئيسية لو نروح له دكتور ماهر عنده خبرة ومشهود له بأنه هو بيعالج الناس والشفا بيتكتب على أديه لو الإنسان ما كانش عنده هذا الوعي وهذا الاهتمام بدينه إحنا يا جماعة اللي بنتلام على كده وفي الآخر الإنسان بيقعد يلف يلف ويعرف أن قال الله قال الرسول عايزة والسلام قال العلماء هو ده طريقنا الربنا فاللي قال إن الحائط ممكن تصن ده مش عالم ومش متخصص أصلا في الدين متخصص في العلوم الشرعية وهناك إجماع بين العلماء بسبب أحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الحائط لا تصوم ولا تصلي ثم إذا انتهت فترة الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وربنا قال كده والسيدة عايشة تسألت واحدة قالت لها وكان الخوارج زمان لا يقتنعون بهذا الكلام والخوارج زمان فئة خرجت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبدأوا يقلفوا في الدين وكان اسمهم الحروريين طلبة العلم عارفين اللفظ ده كويس فوحدة سألت النبي قالت سيدنا عايشة يا عايشة لماذا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قالت أحرورية أنت وانت من الخوارج قالت لا ولكني امرأة أسأل قالت كنا نؤمر على عهد رسول الله أمر توقيفي من ربنا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ربنا قال كده سبحانه وتعالى فالمهم المتخصص لو ختمت القرآن في أسبوع هل علي أثم الجواب لا وسيدنا النبي ما نهاش أن الواحد يختم القرآن في أسبوع ده شيء حسب طاقة كل إنسان لكن من معرفتي بأصدقائي وأصحابي العباد منهم وغير العباد قراءة القرآن في أسبوع هي قراءة بحثا عن الختمة وليس بحثا عن التأمل والفهم واحد يقول لي أيوم أنا عضية مش عضية فهم أنا عايزة أخذ أقرأ الآيات بسرعة وخلص وناخد حسنات ولحسنا بعشر أمثالها فروح بميزان تقيل اختيار واختيار صالح لكن قد يكون يعني مش دل المشايخ علمه لنا مشايخ علمه لنا أن القرآن ده أنزل علشان أفهمه وتأمله وأعمل بي فيأثر في سلوكياتي وروحانياتي وأخلاقي واحد يقول لي طب بس في مواسم معينة أنا هاهتم بأن أنا أختمه علشان بس الحسنات اختيارك قد يكون مش اختيار لكن إجابة السؤال لا استقاثما أنصحك بكده مش السكة اللي تعلمتها من العلماء السكة اللي تعلمتها أقرأ القرآن أفقهه أتأمله أتدبره أفلا يتدبرون القرآن لأعمل به لا لأنتهي كما قال سيدنا بن مسعود لا يكن هم أحدكم لا يكن هم أحدكم نهاية الصورة عايز أخلص أخلص لا الانتهاء ليس هدفا في حد ذات هتخرج قريب أعمل إيه تنصحني بإيه إلا هيتخرج من المدرسة للجامعة من الجامعة للشغل بتتغير حياته متغير كبير جدا وعلشان تعرف تواكب التغير ده في الجامعة وهيشتغل فهينتقل دلوقتي لعشر ساعات في اليوم هيستقطعوا فرض عليه قدي بيهم أحسن أداء عشان يبدأ بقى يترقف شغله بسرعة أترك أساس النجاح لازم لما تتخرج تبدأ تفكر هو إيه لو تركته عرف أركز في شغلي ممكن مثلا تكون بتلعب بلاي ستيشن أربع ساعات في اليوم لازم تبقى عارف إن انت ده مش هيمشي مع الشغل الجديد تقعد على القهوة لغاية الساعة 2 الصبح أنا النهار دلوقتي مش بحرم وحلل أنا بقولك اعمل حسابك في حاجات تتغير فلا اتنين الصبح ده أنا هصخص زي الساعة 8 ولا الساعة 7 لو هتبدأ تشتغل بعد التخرج بص على أشياء في حياتك محتاجة تترك عشان تعرف تركز في العشرة ساعات بتوع الشغل ربنا يعين ويكرم ويوفق ويسر الأمر وإن شاء الله هتقابل معاكم بكرة وصلي الله واسلم وبرك على شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين سلام عليكم